وضعت الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي في برنامج عملها مع النبني مستقبلا مستداما وضعت أربعة محاورة رئيسية لتمكين ودعم العمالة غير المنتظمة وتولي الدولة بشكل عام اهتماما غير مسبوق بملف العمالة غير المنتظمة لسيما أنه يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية وهو ما يتطلب توجيهها جميع أوجه الدعم اللازم لهذه الفئة العمالة غير المنتظمة ملف آخر يتصدر اهتمامات الحكومة الجديدة لتوفير حياة كريمة وتقديم كافة الخدمات لهم ويأتي اهتمام الدولة بهذا الملف باعتباره جزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية وهو ما يتطلب توجيه جميع أوجه الدعم اللازمة لهذه الفئة هذا وتواصل الحكومة من الجهود في حصر العمالة غير المنتظمة في جميع القطاعات ما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار وتقديم أليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتواصل المستمر مع المستفيدين وتتابع الدولة توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية للعمال غير المنتظمة والاستفادة من جميع التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال فضلا عن قيامها بالتواسع في البرامج التدريبية وتنمية المهارات للعمال غير المنتظمة ما يسهم في حصولهم على فرص عمل لائقة وفي هذا الإطار تولي الحكومة بشكل عام اهتماما كبيرا بتعزيز العمل اللائق بهدف توفير بيئة دائمة للعمال بشكل عام في مصر وتقوم الحكومة باستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتتضمن عدد من السياسات التي تستهدف خلق اقتصاد قوية وتنافسي ومتنوع ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل لائقة